السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسب التعبير الآتي إذن كما تلاحظون A تساوي 1 زائد 1 على 2 الكل على 1 ناقص 1 على 2 ناقص 1 ناقص 1 على 2 الكل على 1 زائد 1 على 2 إذن A تساوي بالنسبة لنا لدينا في المقام 2 لدينا في المقام 2 نوحد المقام هنا 1 يساوي 1 على 1 يعني هو 2 على 2 إذن 1 هو 2 على 2 زائد 1 على 2 الآن أصبح لدينا المقام 1 ناقص 1 على 2 لدينا 1 يعني 2 على 2 إذن أصبح المقامات موحدة ناقص نفس الأمر نكتب 1 يصبح هو 2 على 2 لأن 2 على 2 هو 1 ناقص 1 على 2 الكل على 1 زائد 1 على 2 لدينا هنا 2 إذن نحول 1 إلى 2 على 2 أي عدد بسطه يسوي مقامه فهو يسوي 1 الآن A تساوي إذن 2 على 2 زائد 1 على 2 لدينا نفس المقام تصبح 3 على 2 3 على 2 2 على 2 2 على 2 ناقص 1 على 2 لدينا نفس المقام إذن تصبح 2 ناقص 1 2 ناقص 1 هو 1 الكل على 2 ننقص الآن هنا لدينا المقام موحد هو 2 إذن 2 ناقص 1 على 2 تساوي 1 على 2 الكل على المقام موحد أيضا إذن 2 زائد 1 هي 3 على 2 إذن A يساوي هذا العدد هذا الكسر نكتبه الآن هو 3 على 2 لدينا لدينا 3 على 2 الكل قسمة 1 على 2 يعني 3 على 2 في مقلوب هذا الكسر يعني في 2 على 1 أو في 2 نكتب 2 على 1 إذن يمكن كتابة هذا الصغر كما يل أو مباشرة نشطب على 2 و2 عملية اختزال أيضا هنا 2 و2 لكن نبين أكثر 1 على 2 قسمة 3 على 2 يعني القسمة تصبح ضرب يعني في 2 على 3 الآن الآن 3 على 2 في 2 على 1 الآن يمكن أن نشطب على 2 1 مع 2 فبقي ماذا بقي 3 على 1 يعني 3 ناقيس نشطب على 2 مع 2 بقي 1 على 3 يعني 3 ناقص 1 على 3 و3 ناقص 1 يعني 3 على 1 كأن 3 على 1 يعني أضرب 3 في 3 تصبح 9 وأضرب المقام 1 في 3 تصبح 3 إذن 3 تصبح 9 على 3 ناقص 1 على 3 وحدت المقامات إذن بإمكاني أن أكتب 9 ناقص 1 الكل على 3 يعني أن أتساوي 8 على 3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المقامة ناقص مقامة بإما تصبح مقامة تصبح